السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أطفالي أعزائي أتمنىكم إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال حيث تليم إن شاء الله من مقرر المفيد في الرياضيات المستوى الرابع ابتدائي نضيروا تقويم ودعم وتوليف التعلومات أربعة إفاليياسيون سوتين و سنتيز كاتر يعني عندنا الصفحات أو الصفحتان إثنان وسبعون وثلاثة وسبعون نضعوا على بركة الله السؤال الأول يعني هذا شي كله درسنا في الحساس السابقة نضبقه كدعم أحسب خارج كل قسمة والباقي مما يلي هنا عندنا قسمة 23 على 7 وقسمة 24 على 3 و 19 مقصومة على 6 و 28 مقصومة على 5 هنوضع هذه العمليات على شكل قسمة ونحض الخارج والباقي دي كل قسمة إذن ذلك القسمة الأولى ليه 23 قسمة 7 23 قسمة 7 إذن كنلاحظوا هنا عندنا أطفالي عندنا المقصوم عليه فيه رقم غلن ناخد رقم من المقصوم نلاحظ هنا أنه 2 أصغر من 7 إذن لا يمكن أن نأخذ رقم لهذا سوف أخذ رقمين إذن 23 كم فيها من 7 يعني بشرح آخر مبسط يعني شنوى العدد يغن ضربه في 7 ويقربنا من 23 مثلا العدد 3 لأن 3 في 7 كم 21 إذن سوف أكتبه 21 وسوف أقوم بعملية الطرح 3 ناقص 1 هي 2 و2 ناقص 2 هي 0 إذن هنا في هذه العملية الخارج هو 3 والباقي هو 2 إذن هنا سوف نكتب هذه العملية كتساوي لنا 3 وهو الخارج والباقي 2 الباقي 2 نمر إلى العملية الموالية 24 مقصوم على 3 إذن كما قمنا في العملية الأولى عدنا رقم هنا غلن ناخد رقم هنا عدنا رقم في المقصوم عليه غلن ناخد رقم في المقصوم كاللحظ بأن الرقم دي المقصوم أصدر من المقصوم عليه إذن نضطر نخلج أرقم إذن 24 كم فيها من 3 إذن شنه هو العدل اللي غنضربه في 3 ويعطينا 24 إذن هو 8 8 في 4 24 إذن 24 ناقص 24 كتساوي لنا 0 إذن خارج هذه القسمة هو 8 والباقي 0 إذن الخارج هو 8 والصفر هو الباقي هناك نقوله العملية اللي كيكون فيها الباقي 0 بأنها مضبوطة يعني قسمها مضبوطة عند وجودها بقسمة 19 على 6 إذن عندنا رقم غلن ناخده رقمين من المقصوم إذن 19 يعني شنه عدلها نضربه في 6 ويعطينا تقريباً 19 هو عدد 3 لأن 3 في 6 18 إذن 9 ناقص 8 واحد واحد ناقص واحد سفر إذن هنا الخارج 3 والباقي هو واحد إذن كتساوي لنا قلنا الخارج هو 3 والباقي واحد العملية الأخيرة 28 قسمة 5 فإن هنا شنه عدل اللي غنضربه في 5 وغير يقربنا من 28 هو 5 لأن 5 في 5 قدساوي لنا 25 وعشرون وهنا نقومه بعملية طرح 8 ناقص 5 قدسنا 3 2 ناقص 2 سفر إذن الخارج هو 5 والباقي هو 3 إذن الخارج هو 5 والباقي هو العدد 3 نمر إلى التمرين الثاني أثناء خارجة دراسية وفرت جامعة الأخوين بإفران 9 حافلات تتسع كل واحدة لعشرة أفراد لكن 7 طلبة لم يجدوا مكانا في السيارة المتوفرة إذن السؤال أحسبوا عدد الطلبة الراغبين في هذه الخارجة إذن باش نفهموا لهذه المسألة هذه الجامعة موجودة بمدينة إفران وفرت وجدت تسعود الحافلات كل حافلة تهز عشرة للطلبة ولكن بقوا 7 ما وجدوش المكان في السيارة المتوفرة إذن سوف نحسب عدد الطلبة الراغبين في هذه الخارجة إذن سوف أكتب عدد الطلبة الراغبين في هذه الخارجة هو هو ماذا شنو غندينو هنا أنا شحل عدنا من حافلة سوف أضع تسعة وشحل عدنا من كل يعني شحل كتهز كل حافلة كتهز عشرة إذن سوف نقوم بضرب تسعة في عشرة وشحل بقلنا ديال الطلاب اللي وجدوش المكان ديالهم هو سبعة إذن هنغنعرفو العدد إجمالي ديال هاد الطلاب إذن نقلنا تسعة في عشرة وغنزد عليها سبعة كاللاحظ عدنا تسعة في عشرة كتسوي تسعين تسعون إذن تسعون زائد سبعة هو كم هو سبعة وتسعون إذن هاد سبعة وتسعون هو عدد الطلاب الراغبين في هذه الخرجة مفهوم إذن هذا هو التمرين جد سهل أطفالي نمر إلى التمرين ثلاثة أضعو وأنجزو عمليتي القسمة إذن هناك سننضع عمليتي القسمة عدنا مئة خمسة وعشرون قسمة سبعة إذن نلاحظ معي أطفالي عدنا هذا المقصوم المقصوم عليه هذا الخارج وهناك بقنا الباقي عدنا هنا رقم من المقصوم سوف أخذ رقم من المقصوم عليه سنأخذه رقم من المقصوم وضح أنه واحد أصغر من سبعة إذن سأضطر إلى أخذ عددين إذن شنو العددين سنضرب سبعة ويقرب من تناش إذن واحد لأن سبعة في اثنان أربعة عشر أكبر من إثنان لا يمكن أن نقوم بوضع إثنان إذن واحد في سبعة سبعة ناقص ونضرب العملية ناقص إذن إثنان ناقص سبعة لا يمكن نتصل في واحد ونرد السلف هنا إثنان عشر ناقص سبعة هي خمسة وواحد ناقص واحد هو سفر هنا سوف نقوم بإنزال هذا العدد خمسة هو خمسة وخمسون يعني شنو العدد سنضرب سبعة ويعطينا تقريبا الخمسة وخمسون يعني تقريب ليه هو ستة لا سبعة 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 فون سبعة لأن سبعة في سبعة هو تسعة واربعون وسبعة في تمانية هو ستة وخمسون إذن سبعة في سبعة تسعة واربعون هنا نقوم بعملية ناقص إذن خمسة ناقش تسعة لا يمكن نتسلفون رضو السلف خمسة عشر ناقش تسعة كم تساوي هي ستة وخمسة ناقش خمسة هي صفر إذن هذه القسمة الخارج ديالها هو سبعة عشر والباقي ديالها هو ستة إذن قلنا هنا خارج هو سبعة عشر والباقي ستة إلا بغينا نكملها غتكملها يعني غتدير هنا غتدير صفر وهنا توضع الفاصلة فيما كان نجده السفر كان نوضع الفاصلة وكان العالمية ما غادش نسري غتنقون يعني غي يكون كتر من ستة الأصفار أثنة العدد وراء الفاصلة نمر إلى العملية الثانية هي ثلاثمائة وستة وأربعون مقصومة على خمسة إذن أربعة وثلاثون غن ناخدوش أعدل حيث لأنها خمسة أسغر من ثلاثة أكبر من ثلاثة اللي يمكن أن ناخدها ثلاثة إذن شنوع عدد لـ هنضربوه في خمسة وغي قربنا من الربعة وثلاثين اللي هو ستة ستة في خمسة تلاتون وغن نضيرو لاقص أربعة ناقص سفر أربعة وثلاثة ناقص ثلاثة هي سفر هنا غن نزلو هاد ستة يعني شنو عدد اللي غن ضربوه في خمسة وقعطينا ستة واربعون وقربنا من ستة واربعون اللي هو العدد تسعة تسعة في خمسة خمسة واربعون هنا كان ملاحظة اطفالي انها ما قنتوش حافظيش دول الضرب مع عملكم ما تخدموا القسم يخصكم ضروري تحفظو الضرب باش يمكن لكم تنجزو القسمة دياركم اذا ستة ناقص خمسة واحد واربع ناقص اربعة كتساوي سفر هنا اطفالي الخارج هو تسعة وستون والباقي واحد هنا يمكننا نكملو العملية نتابو معايا هنا واحد كان فيه من خمسة يعني لا يمكن هنا باش نكملو غنزيد صفر هنا وغنضيل الفاصلة هنا مني كنزيد صفر ضروري خسين ديار الفاصلة هنا اذا عشرة اشنا وعدد اللي غنضربه في خمسة وعدنا عشرة اللي هو اثنان اثنان يفي خمسة عشرة اذا عشرة ناقص عشرة كتساوي النصف اذا هاد العملية مضبوطة يعني انتهت القسمة انتهت اذا الخارج هو تسعة وستون فاصلة اثنان والباقي سفر لاحظوا معايا اطفالي هنا بان الخارج عدنا عدد عشاري وهنا عدنا عدد صحي مكنت هنا ناقص عدد عشاري وكننا مغادش حسالي مفهوم اذا نمر الى الثمانين الرابع وحددوا عفوا بوضع علامة فيه بجانب الصيغة الصحيحة لحساب مساحة هذه اللوحة التي طولها ستة عشر سمتيمدخ وعرضها اثنى عشر سمتيمدخ لاحظوا مع اطفالي هذه اللوحة عبارة عن عن شكلي ماذا شكل مستطيل احسنتم ومساحة مساحة المستطيل هي بعدها عدنا هنا طولها كم نساوي عدنا الطول ديلا ستة عشر سمتيمدخ اذا طول هذا هو الطول وهذا هو العرض اذا العرض هو اثنى عشر سمتيمدخ وطولها ستة عشر سمتيمدخ اذا لحساب مساحة مستطيل نقوم بضرب الطول في العرض نشوفوش عدنا هنا ستة عشر في اتنى عشر اولا اثنى عشر في ستة عشر لان الضرب تبادلي اولا نقولو الضرب تبادلي اذا هنا راح دو معادي اثنى عشر زائد ستة عشر اذا هذه اللوح اثنى عشر في ستة عشر صحيح لان طول في العرض اذا هذه اللوح نقوم بضع العملية وهنا عدنا اثنى عشر زائد ستة عشر في اثنان هنا هذه اثنى عشر زائد ستة عشر في اثنان اللي هو الطول زائد العرض في اثنان هذه المحيط هذه المستطيل ليس المساحة مطلوبين بحساب مساحة اذا الصحيحة هي هذه نتمنى يكون هذا التمرين واضح ونمرو الى التمرين الخامس بقعة ارضية تتكون من مربع قياس دلعه تمانية متر ومستطيل طوله تسعة متر وعرضه تمانية متر نحسب مساحتها هنهي هذه القطعة التي عدنا اولا إذا نلاحظ من معطيات اللي يعطلنا عدنا كتكون هذه الببقعة الى الارضية من مربع ومستطيل اذا بي نحسب المساحة دلالها هذه البقعة الى ارضية اولا نحسب المساحة المربع ثم نحسب مساحة المستطيل من مربع بجمعهما للحصول على مساحة هذه البقعة الأرضية إذن أولا سوف نقوم بحساب مساحة المربع شنية مساحة المربع مساحة المربع هي الضلع في الضلع يعني S تساوي C فواس C هنا شحل عدنا S يتضلع طوله كم؟ 8 إذن نقوم بوضع 8 في 8 تساوي 64 متر مربع يعني المساحة بالمتر المربع هذه مساحة المربع الآن سوف نقوم بحساب مساحة المستطيل مساحة المستطيل أطفالي هي الطول اللي هو الكبيرة في العرض اللي هو الصغيرة عندنا هنا طوله هو 9 والعرض دياله هو 8 إذن 9 في 8 9 في 8 كم تساوي 72 متر مربع إذن هنا لقنا مساحة المربع وقنا مساحة المستطيل إذن سوف نقوم بكتابة مساحة البقعة الأرضية هي ماذا؟ هي ماذا؟ هي 64 زائد 72 و 70 64 زائد 72 ستخرج لنا بالمتر المربع إذن 4 زائد 2 6 و 6 زائد 7 13 إذن طول هذه البقعة الأرضية هي 136 متر مربع مساحة عفوا نمشي طول مساحة البقعة الأرضية إذن هذه هو جواب على التمرين الخامس وننتقل إلى التمرين السادس في مستوصف الحي أرادت ممرضة جمع بيانات حول عدد الأطفال لدى أسر الحي فحصلت على النتيجة التالية هنا دي واحد الممرضة في واحد المستوصف للحي بغت جمع واحد البيانات حول عدد الأطفال اللي كانت في الحي والأسر ديالهم أي إن وحصلت على هذه النتيجة و يحددين عدد الأسر التي لها أكبر عدد من الأطفال لاحظوا معي لأطفال الأعزاء و راتنا نقله على عدد الأسر التي لها أكبر عددا من الأطفال هاذ اردتوا و سوف نرؤوا عدد هذه الكبيرة الاطفال لاحظوا معي أنهم هو 8 إذن عدد الأسر هو 6 و هنا حضرت Government بالعدد الأسر نتابعوا للسؤال جيدا عدد الأسر التي لها أكبر عدد من الأطفال هي 6 أسهر بتمني أطفال إذن هنا عدد الأسر التي لها أقل عددين من الأطفال يعني عدد الأسر لعندها عدد قليل من الأطفال لاحظوا معي أطفالي إذن هنا العدد الأقل للأطفال هو واحد إذن شحي عدد الأسر اللي عنده مغطع في الواحد هو 12 أسر إذن عدد الأسر التي لها أقل عدد من الأطفال هي 12 أسر وفي السؤال الثالث انتبهوا جيدا لهذا السؤال عدد الأطفال لدى أكثر من عشرة أسر أولا من عشرة أسر نتابعوا معي جيدا إذن عدد الأطفال اللي عندهم كثر من عشرة الأسر لاحظوا معي هنا عدد الأطفال اللي عندهم أكثر من عشرة أسر إذن لاحظوا معي هنا هنا عدد الأسر اللي عندهم أكثر اللي كثر من عشرة عددنا 12 وعددنا 49 وعددنا 17 إذن باش نحسبوه إحنا باش مطالبين بحساب عدد الأطفال نتابعوا معي جيدا عدد الأسر اللي عندهم كثر من 12 من كثر من عشرة عفوا عدنا 12 أسرة قلنا وتسعة وأربعون وسبعة عشر إذن ماذا سنفعل أطفالي أولاً نقوم بحساب 12 في عدد الأطفال في واحد مفهوم؟ ونزيد عليها 49 في ثلاثة نحن مطالبين بحساب عدد الأطفال زائد 17 في 5 17 في 5 هنا 12 في 1 هي 12 زائد 9 في 3 27 نكتبه 7 ونحتفظه بـ 2 3 في 4 12 و2 هي 14 إذن 144 نحسن لكم أطفالي باشتفهمه أكثر إذن قلنا 49 في 3 3 في 9 قلنا 27 اكتبه 7 ونحتفظه بـ 2 3 في 4 12 و2 هي 14 إذن 147 أسرة والعدد التالي وهو 17 في 5 5 في 7 35 أضعه 5 ونحتفظه بـ 3 5 في 1 5 والتلاتة للإحتفاظ هي 8 إذن زائد 85 إذن هنا كم يساوينا هذا العدد؟ قلنا نجمعوهم ونجمعوهم 147 زائد 85 زائد كم؟ قلنا زائد 12 12 إذن نحضو معي هنا أضعنا 7 زائد 5 إذن 5 زائد 2 7 و7 زائد 7 هي 14 أضعه 4 وأحتفظه بـ 1 4 زائد 8 هي 12 و1 13 و1 دي الاحتفاظ هي 14 تفضي بـ 1 1 زائد 1 هي 2 إذن عدد الأطفال هو 244 طفلا نفهم؟ إذن عدد الأطفال هو 244 إذن نكتب هنا 244 طفلا نفهم هذا هو الحساب لها السؤال ونمر إلى التمرين الموالي للتمرين السابع أضع الفاصلة في الأعداد العشرية التالية ليمثل الرقم 7 هنا عدنا عدد قلنا يمثل الرقم 7 الأعشار يعني شنوه الأعشار يعني الأعشار هو الرقم الأول بعد الفاصلة يعني قلنا تكون هنا لأن هذا أعشار وهذا جزء من المئة إذن العدد سنقرأ 854 فاصلة ثلاثة وسبع ويقص يكون هنا هذه الفاصلة لأن هذا أعشار خص يكون رقمه العشرات يعني عشرات إذن العشرات هو الرقم الثاني قبل الفاصلة إذن هو هذا هنا وحدات وهذا العشرات سبعة هو العشرات إذن أعطيب لي العدد 172.1 إذن سيمثل الرقم 7 أجزاء المئة جزء من المئة يعني خص يكون هو الرقم الثاني بعد الفاصلة إذن هنا سيكون 62.17 هذا العشر وهذا جزء من المئة وهنا يمثل رقم 7 عدد الوحدات يعني الوحدات هو الرقم قبل الفاصلة مباشرة إذن هنا هذا هو الرقم الوحدات العشرات والمئات هذا الأعشر ودزء من المئة إذن هذا رقم 7 هو الوحدات هنا قوي عدد وهو 147.23 وهنا عدنا رقم 7 ويمثلنا رقم المئات إذن شنه هو رقم مئات هو الرقم الثالث قبل الفاصلة وهنا المئات العشرات الوحدات إذن 714.8 نمر إلى التامين التاسع عفوا التامين على التاسع أملأ الجدول إذن أملأ الجدول عدنا هنا وحد العدد هو هذا عدد عشاري هنا قد نكتبه الجزء العشاري والجزء الصحيح عدنا العدد الأول وهو 5.14 نبدو بالجزء الصحيح وهو 5 والجزء العشاري هو هذا هذا يتسمى الجزء الصحيح ودرج العشاري إذن جزء العشاري عفوا هو 0.14 نكون تمنا يكون واضح إذن قبل الفاصلة كنتسمى جزء صحيح وبعد الفاصلة كنتسمى جزء عشاري هنا شنوى العدد الصحيح في هذا 0.1 وهو 0 والعدد العشاري هو 0.1 إذن ننتقل العدد الموالي 31.13 إذن الجزء الصحيح هو 31 والجزء العشاري هو 0.13 50.06 الجزء الصحيح هو 50 والجزء العشاري هو 0.06 إذن هذا هو جدول كامل ثم نمر الآن إلى التمرين التاسع أكتبوا العدد العشاري بالأرقام هنا عدنا عدد بالعشاري على شكل حروف وسوف أكتبه بالأرقام عدنا ستة أعشار وخمسون وحدة إذن هنا يعني ستة أعشار يعني غدتكون ستة وراء الفاصلة مباشرة يعني هذا هو الأعشار وخمسون وحدة يعني خمسون إذن هذا هو العدد خمسون فاصلة ستة يعني هذه خمسين وحدة وهذا ستة أعشار العدد الثاني ثلاثة أجزاء من المئة هو سبع وحدات Tina 3 أجزاء من المئة يعني الجثة من المئة سيكون العدد الثاني وراء الفاصلة يعني 7.03 إذن هذه سبع وحدات وثلاثة أجزاء من المئة سبعة أجزاء من المئة وخمسة وثلاثون وحدة سنبدأو بخبت الوحدات إذن بدينا الفاصلة هلة ولا باش نعرف عندنا خمسون خمسة خمسة وتلاتون وحدة يعني خمسة وتلاتين هنا عدد صحيح صحيح والعشري هو سبعة أجزاء من المئة يعني هو سفر سبعة يدن هنا سبعة هو جزء من المئة يدن خمسة وتلاتون فاصلة سفر سبعة العدد التالي تمانيешь أجزاء من المئة وخمس عشرات اخر يكون دائما نوضع الفاصلة يكون هنا 08 ولكن هنا عدنا 15 يعني هي 50 يعني 5 للعشرات هي 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 زائد 50 العدد هو 50 فاصلة 08 ال挑 thanks العاشر يكون أعداد العشرية كما في المثال لاحظوا معي هنا 17.12 تسوي 17 زائد 0.1 زائد 0.02 تسوي 17 0.1 هي 1 على 10 وصفة 0.02 هي 2 على 100 نخدم هذا المثال بالنسبة للمتالي هذا العدد الموالي 9.45 كيف تساوي لنا؟ كيف تساوينا 9 زائد العدد الأول اللي هو 4 ندره 7.4 زائد العدد إذن هذا 4 كيمة الأعشر وهذا كيمة الجزء من المئة جزء من المئة هي 7.05 كيف تساوي عوداني؟ كيف تساوينا 9 زائد قلنا هذا العشر يعني 4 على 10 وهذا المئات كيف تساوينا 5 على 100 سهل جدا أطفالي إذن هنا وهذا هو التمرين إذن 23.58 كيف تساوينا 23 زائد العشار اللي هو 5 7.5 والعدد يجدوننا من المئة هو 8 7.08 كيف تساوينا 23 زائد يعني العشر يعني هو 5 على 10 زائد 8 على 100 زائد 8 على 100 عدد الثاني هو 9.36 إذن 9 زائد 0.3 زائد 0.06 كيف تساوينا 9 كيف تساوينا 9 زائد إذن 10 وهو 3 على 10 زائد جزء من المئة وهو العدد 6 وهو 6 على 100 عدد الثاني عدد الثاني عدد الثاني عدد الثاني يعني كيف تساوي 14 زائد 0.8 زائد 0.05 كيف تساوينا 14 زائد 0.8 0.8 هي 8 على 10 و 0.05 هي 5 على 100 إذن نمر إلى التمرين 11 ماذا يمثل الرقم 8 في كل من الأعداد العشرية التالية إذن نرى العدد الثانية في العدد العشرية الأول وهو 7.18 لاحظوا معي إذن هذا كيف تسمى 10 وهذا كيف تسمى جزء من المئة إذن رقمه أجزاء المئة إذن 8 هنا كيف تساوي رقمه أجزاء المئة يعني هو جزء من المئة هنا 8.1 يعني 8 كيف تساوي رقمه الوحدات يعني هذا رقمه الوحدات هنا 30.83 هذا كيف تسمى رقمه العشرات يعني بعد الفاصلة مباشرة كيف تسمى رقمه الأعشر رقمه الأعشر يعني عشر رقمه الأعشر وهو بعد الفاصلة مباشرة وهنا عدنا 80.05 هنا عدنا وحدات وهذا العشرات إذن كيمتنا رقمه رقمه العشرات ما تخلطوش ما بين الأعشر والعشرات الأعشر يعني هو الجزء العشاري والعشرات يكون الجزء الصحيح نفهم نمر إلى التمانين الثاني عشر وفكي كل أعداد العشرية كما في المثال عندنا 5.63 كيف تساوي 5 كيف مخدمنا تقريبا هذا التمانين هذا كتساوي 5 زائد 0.36 زائد 0.03 تساوي 5 زائد 6 على 10 زائد 3 على 100 كما تقريبا تماما كما أخذ منها التمانين العشر إذن عشر فاصلة سبعة وأربعة كم تساوي تساوي عشرة زائد 0.4 زائد 0.07 وغندل هنا تساوي عشرة زائد أربعة على عشرة زائد سبعة على مئة مفهوم نمر إلى العدد الثاني وهو 16.08 إذن سوف أكتب 16 زائد يعني هنا كنتابوا معي 0.08 إذن هنا معدناش الأعشر لأنه سفر إذن نكتبو 16 زائد 0.08 مباشرة نكتبو 16 زائد 0.08 0.08 يوجد من المئة إذن كي ساوي لنا 16 زائد 8 على 100 إذن هذا هو كمالة دي لها تصحيح كي لغا يكتب 0.0 يعني ما عندها لاش 0.0 أو لا 0 على عشر يعني ما عندها لاش إذن هذا هي الكتابة الصحيحة وهكذا أطفال الأعزاء كنكملنا صفحتين ديوننا 72 و 73 من تقويم و دعم وتوليف التعلومات أربعة كنتم من إن شاء الله لاستفادة لجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة